السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله بغيت نتحدد فقط على قانون جذب لما عملنا تمرين القانون جذب او جذب الحبيب فتلقيت كثير كثير من رسائل ما هي علاقة قانون جذب السحر طبعا انا دائما كنت جاوب في اليكم وانتاغ اللي كانوا يجاوني ولكن ما يحزوا في النفس ان بعض الناس لديهم تفكير للاسف انا لا اقول رجع ولكن على الاقل على الاقل نحترم ثقافة الاخر لان الحمد لله احنا في 2017 ماشي الناس كلها باقي ما تتعرش ومكتب ليس وحنا نضحك على الناس لان انا دائما كنت نشوفها بهذا المنظور هكا هادي الولا تاني حاجة نقلم اللي انا نشرت الفيديو ماشي هدف ديالي ربحي لان الحمد لله انا عندي مها مخوارات ان اطمام بها فقط بارتاجي توفلاشين ديالي لان من الحقي بيان سيكون عندي شاين في يوتوب ونبغتاجي فيها الافكار ديالي ونبغتاجي فيها بيان سوحتها بزف للي حواجي انه الحمد لله يعني عندي مئتي وسبعين فيديو اللي حد هذه الساعة وهذا بيان سيوم فضل لها الله سبحانه عز وجل وكلها بيانشو دي فيديو اللي اللي كتير يعني تلقيت كتير ناس كتتسفد منها من غير علوم الطاقة اللي هدك تخصص بوحده ولكن ما نسوش ان تخصص الحقيقي ديالي لانه هو تدبير والمناجمنت والماركوتينك الى اخر وعندي مجموعة من دروس المجانية يعني حطيتها بالمجان رغم انه كتير ديالناس يعني كيتخلصوا عديها من ان فضلت انه نحطها فقط لولاد الشعب لانه اي واحد من حقه انه يتعلم ولو ان الشابة كالعنكبوتين كيف مجدنا مفتوحة للجميع ولكن فيها بزف ديال الحويج اللي ممكنش تقال دونك انا كنقول كل شيء الحمد لله هذا مفضل ديالله سبحانه عز وجل وتنصرح بيانشو ام بلوس دو ديالي للي بوين دو فيديو اللي وحتى بيانشو دونك اللي تنحط يعني قلت في فلاشيما واكستاغ يعني له كل حل لشني هي العلاقة دي القانون الجد بالسحر يعني انا ما تصورت انه ممكن انه نتلقى واحد من نهار يعني سؤال بهذه شكل هكا لانه تلقيتها في الكومنت اوتي يقول لك اتاقي الله في الناس اتاقي الله في الناس يا أسد حسن يوسف انه هادش يعني نشترك بالله و الى اخرية فبينشو غد يبقى في الحال لانه انا دائما كنت نقولها والغري في الامر يعني انا هذيك الفيديو مبدي بانه لا الى الله محمد رسول الله و اشهد انه لا الى الله اشهد محمد رسول الله نوك هذي الفيديو لذيك الفيديو اللي كنت نذكر يعني كانت تحتات في فبراير 2016 تقريبا دب يعني ما يقارب سنة للاسف يعني عاد الناس قال لك حقا شي وحدين ماشي كل شي بيونسوا لانه ما يمكنش عدتين نظلموا الناس بزاف الناس الحمد لله استفدوا من طريقة دي القانون جد و جد الحبيب بزاف دي الناس استفدوا لي رسائل و تشكروا فاتي قولك فعلا الحمد لله الله وفقنا اننا نتلاقينا و اننا جامعنا مع بعضياتنا بدون الحمد لله شعودة و بدون سحر و لكن فقط انا كنا نرد على الناس اللي كانوا افكروا بها الطريقة هذي اخصنا اخصنا بعدها شوي احترام الاخر لانه ما فيهاش احترام شي واحد يقولونك تتقي الله في الناس احنا شنودرنا الناس يا اخي شنودرنا لهذا الناس اصل الفيديو محتوطة وسط ملايين دي الفيديو من العالم كامل هذي اللوله ثاني حاجة هي تتعبر عن التجربة و عن وجهة نظر و عن علم اللي هو تبت فعلا انه موجود و الدليل بان بزاف دي الناس عيطوا و لكي تتصلوا و لكي ساعدوا كومنتر و تقول لك و سيد حسين يوسف كم شكروك لان الحمد لله يعني تطبقنا تمرين 14 و 21 و جزبنا لك شلي كنا باغين و الحاجة الاخوال الغريبة انه يعني تمرين 14 و 21 لغاونجاد مش كي اعمل فقط في النسائل العاطفية ابدا لان بزاف دي الناس الحمد لله يعني يجب ان تخاصي يعني حطوا و حد المجموعة دي الاهداف و وصلوا لها أول حاجة الان دائم تنقول بإذن الله سبحانه و عز وجل لان الله هو المدبر هاد الكون قولك الله سبحانه و عز وجل تقولك عاو التاني ما يمكنش يعني تفقى سدع لك بابك و غي يجيك الأرزاق و شيك فقط انت كتعمى والله كي يسر لك قانون الجد ما هو إلا إلا تطبيق الحديث نبا و الشريف تفائلوا بالخير تجيدوا بمعنى إحنا من التنقوله مثلا انت بغي تتلاقي مع شي حد ولا إيه بانت كتحلم تلاقي بفارس أحلام هادو حقها عاو التاني لانا ممكنش نظلموا الناس ولا ممكنش يعني انت الدول الحريات دي الاخرين هي فقط كتحلم بواحد شريك حياة تكون فيه واحد المواصفات و وضحقها من حقنا عاو التاني نحتار مرأي دي الاخر من حقنا نحتار مرأي دي الاخر من حقنا نحتار مرأي دي الى هديك السيدة و هديك السيدة اللي حتوق يقلم على زوجة صالحة بنسبة لي فقط قانون الجد باشنا هو يعني ما هو إلا كمل التطبيق للحديث الشريف تفائلوا بالخير تجدوه معنى ما كتفقاش يعني تفكر في السلبيات ولا كتحن راسك يعني بالدريجة كتار تحن راسك بطاقة إيجابية باش توصل المبتغة دي الى هده فقط بين شوكين مجموعة دي التماري اللي كتخلينا نطبقه فعليا قانون الجد ولكن واش كتعارض مع الدين او لا أعود لهمش دراجيم لأن احنا دائما كنا كنقولوا دائما كنعونوا الدعاء كنديل اللي عليا دي التماريين دي القانون الجد ولكن دائما كنقول بأن أي حاجة حصلت عليها إلا بإذن الله سبحانه وعز وجل ولكن للأسف أنا أنا شخصيا يعني دائما كنقولها الله سبحانه وعز وجل المكتب لك أنك تكون ولكن عمل عليها يعمل عليها وفقط الله تيقول لك يعني وإن تشكر أزيدنكم صدق الله العظيم يعني يشكر ونسب النسبة أو لنسب النجاح ديلك الله سبحانه وعز وجل طبعا غضي عطاك كتر كيفاش انتا قتقول لي يا لو لا بزاف ناس تيقولك الله واش عنده او شعودة أو سحر كيف يا أخي كيف يا أخي كيف يكون هجتي ساع شعودة أو سحر وحنا نوحد بالله وحنا نقول لله أكبر ولا إله إلا الله واشهد أنه لا إله شنا واحد رسوله ونقول له أعود لهمش دراجيم واش حنا درنا شي طلاسي ومدرنا شي كتابات او تعويدات او أبدا فقط يعني كتكون تمارين تحطفها انتا الهدف ديالك وطلب الله عز وجل كييف لحقك الظهو الأول وتفايل خصوص له يعني الله الله وأسعه وLe يحلك للجم mlة من الطاقة إيجابية وطاقة جميلة التي تجعلك توصل الهدف بها شهما ديش نقول بسهولة ولكن على الاقل منك تعله أحد هدف ويفيدي يِن currencies لك الجائبة ييسلك ما يوظّف س Isha far أن تحتو oleh هذه القناة وكتحق الموتى غديرك فلذلك يعني كنتمنى ما تقولش بجيني رسائل ولا تعليقات لتي يقول لك شعودة او السحر لا مش طراجيم احنا ماشي هنا في مكان باش نديرو الشعودة او السحر احنا فقط احنا موحد الله سبحانه وعز وجل وتنقولوا ان الله سبحانه وعز وجل هو اللي خصنا ندعو لي وهو اللي انه يقدر لينا الحويش النبيان الشوم اللي تنقول يقدر لينا الله عادنا مكتب لينا شي حاجة غادي نوصلوا ليها ولكن اللي خدمنا عليها احنا ممكن الله يزيدنا ويعطينا ويعطينا لان تقولوا ان تشكروا لأزيدنا وانتوصلت لواحد حاجة وعيلا شكرتي هراء غادي يزيد كتر 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 على قولة لا كبر ان شاء الله الحديدين الليه باقية ألقاكم في فرصة قديمة بإذن الله إلى الملتقى